أصوات ضربات طائرات التحالف تدوي مجدداً في سماء صنعاء ومحيطها فهل توقفت المحادثات السرية بين ميليشيا الحوثي والمملكة العربية السعودية التي وصفت في وقت سابق بأنها تدور عبر أبواب خلفية وعطفاً على مسار الحرب والمفاوضات شن التحالف غارات عدة على مواقع عسكرية جنوب صنعاء وأخرى على منطقة جربان في مديرية سنحان إضافة إلى إحباطه هجوماً حوثياً باستخدام زورق مفخخ عن بعد جنوب البحر الأحمر بحسب بيان التحالف قتال في البر والبحر بعد إعلان الطرفين خفض العمليات العسكرية فهل انهارت الهدنة إذن وفشلت تلك التصريحات الغزلية بين الطرفين خلال الأشهر السابقة وهل استبدل وعد الأيام القادمة بالسلام بمزيد من العمليات العسكرية أم اكتشف الطرفان مزايا المواجهات العسكرية في وضع خيارات أفضل على طاولة المحادثات السرية من جهتهم يستمر الحوثيون في سياستهم الواضحة يد في المحادثات وأخرى على زناد فإزاء هذه التطورات أعلنت قيادة الميليشيا امتلاكها أربع منظومات دفاع جوية جديدة القيادي في ميليشيا الحوثي مهد المشاط قال إن هذه المنظومات ستغير مسار المعركة مع التحالف وستكون مقدمة لمنظومات دفاعية أكثر حد تعبيره ورغم سيطرته على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فقد فشل التحالف في وقف تدفق الأسلحة الإيرانية للحوثيين وأثبت ذلك الحصار عدم فاعليته في خنق الميليشيا تدريجيا فإلى اليوم ما تزال الأسلحة تجد طريقها للوصول إلى الميليشيا أما الرياض فيبدو أن لها طريقة أخرى في تفسير فشل المحادثات مع الحوثيين فقد اتهمت مصادر سعودية قوى في الحكومة اليمنية بمحاولة تقويض المحادثات السرية الجارية بين الرياض وميليشيا الحوثي بحسب وكالة رويترز فكيف يمكن للرياض أن تزيح هذا العائق الوحيد؟